السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعكم بحر المنسي من قناة طروت سماء المحبة ومعكم قراءة طروت موليد قراءة فنجان وطروت موليد بورب الجادي توقعات أبرز أحداث الفترة القادمة والأحداث المصيرية للفترة القادمة لدى مولود بورب الجادي لو حبيتوا تحجزوا قراءة خاصة وعجبتكم القراءة تقدروا تتواصلوا معايا من خلال رقم واتساب نبدأ بسم الله مولود بورب الجادي تمن كؤوس على ما يبدو أنك تجاوزت يا مولود بورب الجادي مرحلة صعبة جدا من حياتك كأن الفترة اللي فاتت كانت مليانة مشاكل وكانت مليانة أهداف أنت عايز تحققها تحديات كانت كتيرة وما كانتش سهلة ويمكن أنت بتسأل نفسك دلوقتي هل الموضوع خلص؟ هل مشاكلي خلصت؟ هل اللي أنا كنت فيه ده؟ هيفضل مستمر؟ ولا هيتعاد مرة أخرى؟ طب وإيه اللي جاي بالنسبة لي؟ بعد التحديات اللي أنا يمكن أيوة انتصرت ببعض المشاكل أو قدرت أن أنا أنجو من بعض المشاكل أو قدرت أن أتصرف في بعض المواقف؟ طب أنا هعمل إيه؟ هل لسه فيه تحديات تاني؟ هل لسه فيه خطوات تاني؟ هل لسه فيه حاجة تانية المفروب أن يأتي تتعامل؟ طب اللي جاي إيه بالنسبة لك؟ طب يظهر عندك هنا يا مولود برج الجدي كارت ملك الكؤوس كارت اللي يبشر أن اللي جاي بالنسبة لك يا مولود برج الجدي هو استقرار لأقصى الدرجات اتزان لأقصى الدرجات فشايف أن خلاص أن المشاكل خلصت أنك إنت عندك استقرار عندك توازن وامتعد الأحاداث الصعبة وأنك إنت تقدر دلوقتي تدى أنك إنت تستقر بعد الكثير من التحديات اللي لو حد غيرك من الأبراج المندفعة أو من الأبراج الهوائية أو من الأبراج النارية كان ممكن يتحط في مشاكل كتير جدا لو ما كانتش يتصرف بحكمة الأبراج الترابية اللي متمثلة ومتجسدة في مولود برج الجدي فخلاص أنت عندك استقرار وحتى ظهورك جيد حتى استقرارك مؤثر وجيد نوعا ما واللي جاي بالنسبة لك يا مولود برج الجدي هو أخير كبير جدا وتغييرات كتيرة جدا الانعزال السؤال هنا بيقول الشعور بالوحدة كارت الناسك هل وحدتك انتهت يعني أنت عاشت فترة طويلة جدا يا مولود برج الجدي بتدور على حد يشاركك وحدتك بتدور على حد يشاركك طريقك بتدور على حد يشاركك سكتك أو خطواتك اللي جاية ودايما بتسأل نفسك هل خلاص هل معقول الوحدة دي هتنتهي أو انتهت في بعض الحالات ومش مصدق أن هي انتهت أو في بعض الحالات هل الوحدة دي هتنتهي هل انت خلاص لقيت الاستقرار اللي بتدور عليه هل انتهت المعاناة أخيرا وهنا شايف أنك انت بالفعل يا مولود برج الجدي بتتحكم في العالم بتاعك في الفترة الحالية وأبدو سيطر على أوضاعك في الفترة الحالية وكمان بتتخذ خطوات هامة والتحرقات كثيرة جدا في الفترة المقبلة وخطوات رئيسية لإنهاء العديد من الخلافات والمشاكل في حياتك مولود برج الجدي بالنسبة لأبواب الفرعية لأحداث بتاعتك لو هنتكلم عن كارت الشمس فيما يخص كارت الشمس انت بتسأل هل اتضحت للرؤية هل مع بكرة أو مع الفترة اللي جاية في العلاقة العاطفية في علاقتك مع الشريك في علاقتك مع الشخص اللي بتحبه في علاقتك مع الشخص اللي انت بتبدأ معاه رحلة جديدة ربما تكون رحلة زواج أو ربما تكون رحلة علاقة جديدة بالفعل بتبدأ عندك هل الفترة اللي جاية هتكون فترة جيدة هتكون فترة واضحة هتكون فترة تشعر فيها بالساعة ده المطلقة اللي جابة هنا بتقولك انه الفترة اللي جاية بتكون فترة فيها سلام يعني بتكون فترة خالية من التحديات من الشريك مش هتجد ان الشريك بيتحداك مش هتجد ان الشريك بيكرهك مش هتجد ان الشريك بيندفع هتجد ان الشريك دايما بيستغرب يمكن صرفاتك هتجد ان الشريك مش قادر يفهم بعض التصرفات مش قادر يفهم بعض الحاجات في شخصيتك ومستني الفرصة ان هو يتخذ قرار او يعيد تقييم الموقف المطروح في العلاقة او يتخذ القرار اللازم من اجل ايه نو يفهمك او الشريك مش عايز يظلمك شريك محتار شريك بيستنى اتخاذ القرار اللي ممكن يكون قرار حاسم وممكن يكون قرار يبشر بسعادة مطلقة في العلاقة بالشكل اللي انت حبه كأن الشريك مش مقتنع ببعض الاشياء اللي انت بتقولها او ببعض التحكمات او ببعض التصرفات اللي انت بتتخذها وبيكون مستني بس يفهم شخصيتك عشان يفهم التحكمات دي بتكون بدافع ايه منك او ايه الدافع بتاعك لاخذ ايه القرارات اللي انت بتتخذها اللي ربما يكون هو مش قادر يفهمها او مش قادر يفهم الغرض منها او نواياك او مشاعرك في اتخاذ القرار دي طيب السؤال التاني انت طبعا بتسألها نفسك دلوقتي بالنسبة الوضع المالي هل الوضع المالي هيستقر؟ يمكن انت بزلت العديب من المجهودات عشان تحافظ على التوازن المالي يمكن انت بزلت العديب من الضغوطات عشان توصل لمرحلة انك انت تعدي مسئوليات مالية، تعدي ارتباكات مالية، تعدي ديون، تعدي ضغوطات مالية، تعدي حاجات كتير كانت عبارة عن استنزال حقيقي للاموال عندك الفترة المالية وانت بتحاول توفق بين الاحداث بتحاول انك انت تستقر بتحاول انك انت تنهي الارتباكات المالية اللي انت بتمرجيها هنا بيكون الكارت بتاع الكارت النجمة الكارت النجمة هنا بيقول لك انك انت عندك امل في بداية جديدة او ربما امل في الوصول لحلم انت بتسعى ليه او ربما هتجلب لك تجاوزات قدراتك انك انت تتجاوز القدرات بتاعتك او انك انت تتجاوز مخوفك في رحلة بحثك عن حلمك او عن اهدافك او عن خطواتك اللي جاية خطوة هامة ومميزة يعني انت ممكن تضحي مثلا ببعض الاوقات من وقتك في العمل على مشروع جديد ممكن تضحي بعض الوقت في العمل على فكرة ولكن لازم تكون عندك دايما توفق بين اعمالك يعني اللي بيعمله في وظيفتين او في عدة وظائف او اللي بيعمل في مشروع بيفكر يتخذ خطوة نحو مشروع جديد او بيحاول يتخذ خطوة نحو بداية مهنية جديدة تغيير شركة تغيير عمل ايا كان نوع الخطوة اللي انت بتفكر تتخذها مينفعش انك انت تكون جاشع في الخطوة دي يعني ما ينفعش ان يكون عندك رغباط الطمع دايما بيقولك مثلا في الامار ان اللي بيخسر في الامار اللي بيكون طمعان والامار بيطمع فكذلك بعد الموضوع انك انت ما تصقش في خطوة مصرية جديدة فيما يخص عملك او احداثك المهنية الا لما تكون واصق منها وبحذر شديد مش باندفاع وبجاشع او بثقة في النتائج القادمة عشان خاطر تتمكن من الوصول لها يعني انت متوقع جدا ان توصل لحلمك وهدفك ولكن بكل بساطة لازم ان تكون حذر تجاه الخطوة دي او الخطوات المصرية في كل شيء يخص احداثك المهنية او المهنية في الخطوات الجديدة عشان خاطر ما تتعرضش الخسائر حتى لو مؤقتة او تتعرض لبعض الصدمات او التعطيلات او التعلقات او الفترات الايه السلبية في الباب التالت او في السؤال التالت ليك بنقول ايه طبعا انت بتسأل بعد كمية المصاريف او الفترة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي كان فيها عدم توازن مالي او كان فيها دوبك ان جدت بتحاول تتوازن ماليا مع مصروفاتك او مع خطواتك اللي جاءت هل انت هتقدر تحافظ على الوضع المالي طبعا هل هيكون في تحسنات مالية في وضعك هل هيكون فيه المزيب من احساس المالية الجيدة في طريقك هل هيكون فيه عندك القدرة انك انت تكتنز اموال انك انت يكون عندك القدرة انك انت تصرف بسخاء وفي نفس الوقت تكتنز اموال طبعا مرج الجاذي يكون ابراج الكريمة جدا فده بيكون سؤالك الاساسي هل هتقدر تعمل كده وبتكون اجابة هي فتى العصر فتى العصر هو ابراج عن شخص مليء بالشغل يعني طول ما انت يا مولوب برج الجاذي محدد اهدافك وعارف انت عايز توصل لايه بالزبط وعندك نوع ما من العند في الوصول لاهدافك هتوصل لها ازاي بقى اقصد ايه يعني انت مثلا عندك هدف تشتري حاجة في نفس الوقت عندك هدف تكتنز اموال في البنك فبتكون الخطوات اللازمة يعني لازم انت اتخذ الخطوات اللازمة لكده لازم انك انت ما تكونش مبذر في الحياة العادية عشان تتمكن من اتخاذ الخطوات اللي بتسع عليها بالزبط زي ما بيقول كده حاول تكتنز قدر ما تستطع واصرف في الاشياء المفيدة وحاول تشيل لبكرة عشان تصرف وبكرة شيل لبكرة والسؤال اللي بعده بنقول فيه المال قادم ده طبعا جاي تحت الباب بتاع النجمة الخاص بالمشاريع الجديدة او التوازن المالي وقرعتك النهاردة يعني بشكل كبير جدا يا قراءة مهناية فهل انت هيأتيك مال قادم الفترة اللي جاية هل انت هيأتيك مبادئ مالية هل هتنجح مسلا في المشروع الجديد هل فيه اموال جاية في طريقك الفترة اللي جاية وانا بنقول ان هيكون عندك بعض التأخير بسبب مشاكل يعني ايه يعني يمكن يكون عندك بعض التحديات او بعض الاعداء او بعض الناس اللي بتكرهك او بتعديك او بعض التحديات الضرورية اللي انت ينبغي عليك انك انت تخشها ينبغي عليك انك انت تنهيها ينبغي عليك انك انت تجد حلول لها فربما المشاكل دي كلها تأثر على التزمك بالعمل بعض الشيء وربما تاخدع نفسك في خطوات او ربما تتعشم في خطوات مهنية وتكون خاطئة زي ما حذرتك انك انت منفعش تاخد خطوات اندفعية بكل طاقتك في بداية مهنية جديدة لو هنتكلم على رسائل الرومانسية الخاصة بك ورسائل قولها بتأتيك من قلب الشريك او من قلب الشخص اللي بتحبه بتقولك كلما ابعدتك اكتر اشعر بانجزاب اليك اكتر يعني كلما الشريك حاول انه يبعدك ولو خطوة هتلاقيه ان انت بتوحش خطواتين وهاز يجيلك خطواتين مش قادر انه مش قادر ياخد الخطوة التانية في البعد عنك لمجرد ما خدت خطوة في البعد مش عادي في ياخد الخطوة التانية اللي يكون انجزاف او الخطوة للشريك حبك انت والشريك او العلاقة اللي بينكم كانت علاقة مقدرة كانت علاقة بيحكمها القدر في كل شيء كانت علاقة مصيرية مقدرة ولم يكن لليك العديد من الاختيارات في هذه العلاقة ربما لانه كنتوا فعلا القدر اختاركم لبعض لان انتوا اللي يمكن يكون عندكم القدر على اسعاد بعضكم البعض الزرع لم يكن اخدر في الناحية الاخرى كايدن الشريك عايز يقولك انه هو عمل عشانك حاجات كثير وكان متوقع منك انك انت بعض التصرفات بعض السعادة بعض التقدير من حاجات بيعملها وربما شعر الشريك ان عمل حاجات ملقاش فيها التقدير اللي كان بيهنتظر لو انا اتكلم عن الرسائل بتاعة الايه القدر ورسائل القدر بتقولك احترس من حادث سيارة بسيطة يعني ربما يكون عندك بعض المشاكل في عربيتك او بعض يعني فيه مشاكل ليه علاقة بسيارة او حوادث السيارات او مشاكل السيارات سيانة السيارات مش حوادث كبيرة فيه حاجة كان متوقف بيعها يعني فيه حاجة انت كنت عايز تبيعها ولكن كان بيع الحاجة دي متوقف وكان عطلان الفترة اللي جاية هيكون سوء الحاجة دي كويس جدا وهتتمكن من انك انت تبيعها وتاخد الخطوات اللي انت عايزها اما رسائل التالتة فربما تكون صادمة نوعا ما وهي وفاة احد افراد الاسرة يعني ان ممكن فرد من افراد الاسرة يتوفى في الفترة اللي جاية خلينا تشف الفنجان نديق واحدة وانا عبر الفنجان ثانية واحدة مش دقية ثانية فوقف فديو غير فنجان يعني ممكن مكون بخصوص صانية دي نشوف فيها رسائل المراية الخاصة بك احداث المراية الخاصة بك لحظة واحدة جيب لك رسائل كويسة جدا يا مغلوب برج الجادي والقرأة طبعا عامة للرجال والنساء والرسائل بتأتي لك هنتقول لك ايه بقى عندك هنا كارت استقبال حد كأن فيه استقبال الزيارة منتظرة فيه زيارة مهمة جدا منتظرة او حد كان مسافر او حد كان مبتعد انت هتستقبله او ربما فيه حد بينتظرك فيه حد مستنيك تزوره فيه حد مستنيك تتواصل معاه فيه انتظار للزيارة عندك يا مغلوب برج الجادي ورسائل القمر التانية شايف فيها ان بيكون فيه حد بيحاول يبعث لك رسائل بلطفه يعني حد بيتعامل معاك الشريك بيتعامل معاك بلطف شديد وبأدب واستحياء شديد وبيحاول انه هو يوصل لك انه هو بيقدرك وعلى استعداد انه هو يرضيك لأقصى الدرجات طبعا زي ما قلت القراءة للرجال والنساء وكل واحد عارف الطاقة بتاعته جايف ايه بالزبطة في الكاعدة ده اما الرسالة التالتة فهي بيت مستقر طبعا تنتهي كل مشاكل بيتك او تنتهي كل مشاكل حياتك او تنتهي كل المشاكل اللي بتهدد استقرار بيتك في الفترة الحالية الحالية تعالوا بقى نشوف الفنجان والفنجان الخاص بيك يا مولود برج الجدي الحالة النفسية جيدة جدا 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 وليس بها اي مشكلة كيانه كل مشاكلك النفسية او كل الدغوطات انتهت تماما وما فيش اي مشاكل عندك في الفترة الحالية ممكن نقول ان فيه مفترق طرق كأنهم طريقين بينفتحوا امامك اختيارين بيتفتحوا ليك فيه مفترق طرق بيحدث قرار هام بتتخذه بيكون مفترق طرق وبيكون قرارك في الفترة دي هو انك انت بتختار ايسر الطرقين يعني بيكون نظرك لاصعب الطرقين مع ان فيه طريق ايسر في انتظارك يعني كأنك بتحاول تجيب نهاية مشكلة بيكون فيه صدمة من الناس اللي حواليك من احداث كتير جدا بتحصل او من مشاكل كتير جدا بتحصل عندك يا مولوب برج الجادي ممكن نقول ان فيه مشاكل ونسي مش فعماها فيه حاجات بتحصل الناس مش قادرة ان هي تدركها شايف عندك انتهاء خلافات كتير شايف عندك انتهاء مشاكل كتير شايف عندك حدث وفاة بيحدث فعلا بيكون ناتج عنه انتهاء العديد من الخلافات او العديد من المشاكل وجمعين شايف ان بيكون فيه صدمة من حدث قدر حدث قدر غريب جدا بيحدث بيصدمك او بيفجأك نقدر نقول الخير جايلك الاشياء الجميلة او الجيدة في طريقها اليك وبتبحث عنك والحالة النفسية بتتحسن كثيرا 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 خلال الفترة اللي جاية كأنها فترة نهاية الخلافات والمشاكل والصرعات والرضا بتشعر بالرضا في حياتك وبتشعر بزوال الهموم في حياتك اتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولو برج الجادي ما تنساش الاشتراك في القناة حبيت تحجز معايا قراءة خاصة هتلاقي رقم مواتساب مكتوب امامك على الشاشة وانتظرك اكيد في اي وقت عشان تحجز القراءة واكون سعيد جدا جدا باستقبالك شكرا لك يا مولو برج الجادي السلام عليكم اشتركوا في القناة